بالمناسبة على ذكر محمد صلاح رأيك ايه فيما يقدم لعبنا المصري الآخر عمر مرموش في الدوري الألمانيا تحديدا مع فريقه انترافت فرانكفورت انا كنت اريد ان اذكر ايضا عمر مرموش شاهدت مباراته الاخيرة واحرز هدف رائع امام ليفاركوزن هو بالنسبة لي مشروع مهاجم قوي وشاهدته وشاهده في الدوري الألماني في البوندسليجا احرز هدف كبير جدا وانتهت المضاراب التعادل ايضا على ما اتذكر وهو ساهم في التعادل واظنه انه قد يلحق باحد الفرق الانجليزية ويلعب في الدولة الانجليزية واعتقد قد يرفق محمد صلاح لما لا شبهت محمد صلاح بليونيل ميسي تشبه همر مرموش في طريق اداءه باي من اللاعبين اللي شاهدتهم على مدار التاريخ مرموش هو لاعب هو مهاجم لديه طاقة كبيرة اللاعب في حالة الواحد على واحد يمتلك قدرات رائعة ولكن محمد صلاح من اللاعب سريع واراه عندما يجري بالكورة وفي حالة الدريبلينج والمروغات فهو افضل من عمر مرموش عمر مرموش امتاز بالمروغات عندما يكون في حالة واحد على واحد شاهدنا ايضا هاريكين موجود في البوندسليجا واراه ان عمر مرموش هو منافس قوي لهاريكين في البوندسليجا في هذا العام السؤالي التاني اقصد تشبه عمر مرموش باي من اللاعبين الالمان على مر التاريخ يعني تحديدا اللاعبين الالمان اداء وشبه اداء مين من اللاعبين هو مهاجم انا اوصفه من النحية الفنية اكثر يعني في حالة حياسته على الكرة في حالة مردوده في الملعب هو ليس يشبه مثلا صلاح او ميسيا او لعيب لاستطيعنا شبيب لعب بعينه ولكن انا اتحدث دايما عن مرموش من الناحية التقنية والفنية وارى ذلك انه يستمتع بقوة والسرعة تعرف انا انا استطيع ان اشبهه باللعبين القدماء الكلاسيكيين المهاجمين الكلاسيكيين في المانيا على سبيل المثال فهو واحد يشبه مثل هؤلاء اللاعبين ولديه دايما انهاء رائع للهجمات وانهاء دايما للفرص فهو يمتلك ويمتاز بهذه الموهبة الكبيرة